بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه نفس وهذه النفس دائما ما تطمح إلى تحصيل الشهوات وتحصيل الملذات فالله سبحانه وتعالى بشرنا في القرآن الكريم بأن هناك من الناس من رزقهم الله تعالى نفسا مطمئنة فقال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي هذه النفس الراضية هذه النفس المرضية هذه النفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى الإيمان بالله وهي التي انصاعت إلى توجيهات الله سبحانه وتعالى وإلى أوامره وانتهت عن نواهيه النفس دائما في كثير من الأحيان وعند كثير من الناس تحثهم وتدفعهم إلى إتيان الشهوات وإلى إتيان الملذات فالسعيد هو الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى بالنفس التي تلومه إذا اقترف شيئا فيه معصية لله سبحانه وتعالى أو إذا حصل لذة أو إذا حصل شهوة عن طريق يرضب الله سبحانه وتعالى فقال الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وكأنها تنبئنا إلى حقيقة الإنسان وتنبهنا إلى ما وضعه الله سبحانه وتعالى في جبلة الإنسان أن النفس دائما ما تدفع الإنسان إلى تحصيل الملذات وإلى تحصيل الشهوات حتى ولو كان الطريق الموصل إلى هذا يحتمل من السوء ويحتمل من الإثم ما يحتمل فالسعيد هو الذي يرزقه الله تعالى بنفس تلومه على هذه المعصية وبنفس تحاسبه على هذا الإثم ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يواجهنا إلى هذا الأمر فيقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ليعلم الناس أن الشهوة ليست هي نهاية المطاف وأن اللذة التي يحصلها الإنسان مصيرها إلى الفناء وأن الإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ما كان من أمره ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دائما ما يقول للناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض أي للعرض على الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على كل أعمالنا إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ما أسررناه من أعمالنا وما أعلناه من أعمالنا معروض على الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوجهنا هذا التوجيه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نعم إذا حاسبت نفسي وأدركت موطن الخطأ من نفسي وأدركت موطئ الإثم وموطن المعصية تداركت هذا الخطأ وتبت إلى الله سبحانه وتعالى واستجبت لنداء الله جل في علاه حينما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار هكذا يكون الحال مع العباد الذين يحاسبون أنفسهم وهؤلاء هم أهل الفطنة وهؤلاء هم أهل الحكمة لا يكابرون ولا يستنكفون عن الاعتراف بخطأهم لذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس الإنسان اليقظ الفطن صاحب الحكمة هو الذي يدين نفسه أن يحاسب نفسه على أعمالها ويعمل لما بعد الموت أما هذا الإنسان الغافل هذا الإنسان الساهي هذا الإنسان الله الذي يتبع المعصية المعصية ويكابر ويستنكف عن أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بخطأه ولا يحاسب نفسه ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان يجب أن يخاف على نفسه ويجب أن يخاف سوء العاقبة بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الصالحون دائما ينبهوننا ويقولون والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين